نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء فيه على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي هذا وقد استعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد دافتا إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التواليخ للأزمة كورونا الذي سجل 3.3% العام الماضي و3.6% في العام المالي 2019-2020 بشأن البطالة أوضح تقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها ذلك للعام الثاني على التواليخ للأزمة كورونا حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث لعام 2021